نروح للشأل بمناسبة قمة وقمة المناخ النهاردة الدكتور مصافة مدبولي كان يوم كامل في شرم الشيخ لمتابعة آخر السعدادات مصر لصدافة هذه القمة الوفود خلاص هتبدأ توصل بعد بكرة إن شاء الله إلى شرم الشيخ رئيس الوزراء عمل جولة يوم كامل النهاردة من الصبح الحاد مساء هذا اليوم طبعا كان عنده عدة افتتاحات من افتتاح فندق كيلوباترا منتجع كيلوباترا المنتجع الجديد للنائب محمد أبو العنين هذا المنتجع الأحدث اللي تم افتتاحه النهاردة ضمن سلاسل منتجعات كيلوباترا هذا منتجع الأحدث في شرم الشيخ ورئيس الوزراء طبعا يعني تفقد مع كان موجود أيضا لواء خالد دفودة محافظ جنوب سيناء ويتكلم طبعا رئيس الوزراء في عادي افتتاح من خلال أيضا هذا المنتجع الجديد وشملت طبعا جولة مطولة الرئيس الوزراء أيضا داخل منتجع كيلوباترا والنائب محمد أبو العنين يقوم بي أيضا شرح عن هذا المنتجع الأحدث ضمن سلسلة منتجعات كيلوباترا المنتشرة في عدة مناطق في مصر ولكن هذا هو أحدث منتجع منهم اللي تم افتتاحه النهاردة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خمس نجوم أو أكتر يعني من تقديم خدمة على أعلى مستوى وطبعا زي ما بقول لكم النائب محمد أبو العنين كان حريص أيضا على إنه إنجاز هذا المشروع في وقت زي ما احنا مشوفت عدد من حمات سباحة الكبيرة داخل هذا المنتجع وطبعا تفقد هذه الجولة دولة رئيس الوزراء خلال أيضا أعبر عن التقدير أيضا لمجموعة من الافتتاحات والنائب محمد أبو العنين طبعا أشار لأن المجموعة تستهدف إشغال 80% سياحة أجنبية و20% سياحة مصرية اتكلم على إنه الفندق مساحته حوالي 40 ألف متر بيحتوى على 600 غرفة في حوالي 800 واحد بيشتغلوا بيقدم كافة أنواع الخدمات لرواد الفندق بيوفر طبعا الفندق يعني إقامة خاصة للعملين في وسكن خاص بيهم كلم نائب محمد أبو العنين المعرئيس الوزراء أيضا على إنه التصميم واحدة من كبرات الشركات أو كبرات الشركات الإيطالية وواحدة أيضا مكبرات الشركات الألمانية اللي قام بعمليات التصميم والتعاون أيضا لإخراج هذا الفندق في أفضل تصميم ليه اتكلم أيضا على في مراعاة جانب مهم لزاوي احتياجات وزاوي الهمم في مسارات الحركة داخل الفندق أو داخل الغرف وأيضا الخدمات العامة اتكلم على ترشيد الكهرباء واستهلاك الكهرباء أيضا وزيادة مسطحات الزوججية خاصة على الوجهات الخاصة في الفندق عشان اتاحة مصدر أكبر للضوء تزويد الغرف أيضا بخدمات مختلفة ولتقليل أيضا الاستخدام الطاقة نتكلم أيضا على الأنشطة الموجودة داخل الفندق اللي تم افتتاحه ظهر هذا اليوم بتقديم طبعا بنتكلم على حاجات الصديقة للبيئة بنتكلم على عادة تدوير مياه الصرف واستخدامها في كمية لرأي الحدائق والأشجار اتكلم أيضا على الإجراءات اللي بيقوم بها مجموعة كليو باترا فيما يتعلق به هناك طبعا فندق زيان بولا حضر لكم على أعلى مستوى قاعات للمعتمرات مزودة بأحدث تكنولوجيا الفيديو كونفرنس وغيره بأحجام مختلفة لأعداد مختلفة في طبعا افتتاح أحدث فنادق سلسلة كليو باترا بشارم الشيخ النهاردة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هدف طبعا النهاردة نتكلم على استيعاب حركة السياحة الوافدة إلى شارم الشيخ في هذه المرحلة سواء في المؤتمر أو حتى بعد المؤتمر وأيضا مصر أيضا تستعد لاستقبال حركة السياحة في كافة المناطق ولكن هناك إقبال كبير على شارم الشيخ على الغردقة على مناطق مختلفة مصر نرى جولة داخل الفندق المنتجة التي تم افتتاحها اليوم